هذا وصلت سفينة ترفع علم بربادوس إلى أوكرانيا السابت الأول من أولى من نوعها أقول منذ اندلاع الحرب في فيفري الماضي لشحن الحبوب أعلن وزير البنية تحته الأوكراني أليكساندر كوبراكوف في منشور له على بابراء فيسبوك أن سفينة الشحن العامة فولمار إس وصلت إلى ميناء تورنو مورسك لشحن الحبوب الأوكرانية عريبا عن استعداد بلاده لاستقبال المزيد من السفن والتعامل معها سفينة الشحن العائمة فولمار إس التي ترفع علم بربادوس وصلت إلى ميناء تورنو مورسك الأوكراني هذا الحدث هو إشارة مهمة للأسواق على أن اتفاق شحن الحبوب فرصة عمل أمنة والأهم من ذلك مربحة لأسحاب السفن من أجل العودة إلى الموانئ الأوكرانية